أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقدير الدولة لوظيفة المعلم والحرص على اختيار أفضل المتقدمين للتدريس جاءت تصريحات مدبولي خلال استعراضه تقريرا من رئيس جهاز التنظيم والإدارة صالح الشيخ حول استعدادات بدء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال حيث شدد رئيس الوزراء على أن الكفاءة هي معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة مشيرا إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشري وهو ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة